بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع خداه لا زلنا معهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وما زلنا نلتمس القدوة من حياته عليه الصلاة والسلام نريد قبسا من هذا النور المحمدي الذي شكل حياتنا ويشكل حياة جزء كبير جدا من العالم الإسلامي الذي ننتمي إليه ويشكل إحدى القدوات الكبرى في تاريخ البشرية الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع قضية الهزيمة والهزيمة جزء من الحياة فالحياة ليست كلها انتصارات فكيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع قضية الهزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم واجهته محا كثيرة جدا حوصر في مكة فيما يسمى حصار مكة أو غزوة الخندق ومرت الأيام قبلها وجاءت معركة أحد معركة أحد جاءت بعد بدر وبدر كان انتصار كبير جدا للمسلمين رفع معنوياتهم إلى السماء وجاءت أحد وجاءت الهزيمة مرة مرارة شديدة إذ قتل من قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المشركون بالهجوم على الموقع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب قتله وسحبه المسلمون إلى الشعاب ليفر منهم ووقع في الحفر ودخل المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وجرح جراحات بليغة هذه الآلام هذه الجراح ولم يكن أحد من الصحابة قد سلم من هذه القضية الخطيرة جدا وهي الهزيمة والهزيمة هنا جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم معه خيرة الصحابة وهو خيرة الأنبياء والأسئلة الكبرى التي تطرح أن هذا كيف لنا أن نهزم وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لنا أن نهزم وعندنا خيرة الصحابة الذين يعني يؤمنون بالرسالة ويضحون من أجلها كيف للهزيمة أن تأتي آلاف الأسئلة التي كانت تطرح نفسها وكيف يفر خيار الناس من المعركة ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم في أخرهم يلاديهم للعودة للقتال كيف يحدث كل هذا المشهد المؤلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف سيتعامل معه هنا نجد الرسالة والقدوة فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم بما تنزل من الوحي أولاً بيّن الخطأ وبيّن الإشكالات ثم عفى وصفح عما حدث ثم أعلن البداية الجديدة وأن النصر للمؤمنين إذن في حالة الهزيمة لم ينسب الهزيمة لله عز وجل إنما جعلها مسؤولية بشرية يتحملها البشر بأخطائهم وأنه ليس هناك استثناء فمن يخطئ سيعاقب بالخطأ الذي اتخذه سواء كان معه نبي ورسول ومعه الصحابة أو لم يكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزى به خطأ الرماه تحمله كل الجيش المسلم بما فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالهزيمة كبيرة والألم كبير لكن القدوة والأسوة في طريقة التعامل مع هذه القضية الخطيرة لم يهملها كخطأ عسكري ولم يدار عليها ويجد لها أعذار وفي ذات الوقت لم يعتبرها نهاية المسار بل هي عبارة عن تجربة في الطريق وإعداد لنصر أكبر وإعداد لمجتمع جديد يستطيع فيه المسلمون والمؤمنون أن يقوموا بمهمتهم الأساسية من حيث الأخذ بالأسباب والتوكل على رب العباد هذه الأسوة والقدوة نجدها في الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فقط هو الرسول الذي انتصر ولكن الرسول الذي تعرض للهزيمة ثم انتصر عليها هذه القضايا الكبيرة هي جزء من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة حسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته